هل تعلمون أحبتي في الله أن صدق لكم وإن بدت أنها للفقير؟ والكلمة الحلوة لكم وإن أسعدتم بها غيركم؟ وجبر الخواطر لكم وإن كان أثره على الناس؟ أنت لا تغرف وتملأ دلاء الآخرين في الحقيقة أنت تملأ دلوك معالج المريض في الحقيقة يعالج نفسه والساعي على الأرملة والمسكين ساع على نفسه والماشي في حاجة إنسان إنما يمشي في حاجته ومن المفارقات العجيبة أننا لن نخرج من الدنيا بما أخذناه وإنما بما أعطيناه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم والله يحفظكم وأهليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته